احنا معنا الكابتن أدري عبدالعظيم الحكم الدولي السابق اه حبيبي بقيت لك رسالة تعالي شو بيولكي ونرجع تاني ماشي صادقة حق زميل لي في التحكيم أحب أن أقولها بكل صراحة وبكل فخر وأعزاز عن زميلي الحكم الدولي أحمد الشناو الإنسان الخلق الصادق المبتهد الذي أحب تحكيم وتفانى في حبه وكان بيحبه من كل قلبه وأعطاه لإهتمام البالغ ولأنه كلي كنت مبتهد النصيب ولأن أحمد متفاول كان في لغة الإنسانية لأنه كان مدرس إنجليزم وكان تفاهمه لقانون بالغ شوية أو مبالغ فيه فكان بيحب ينقش المسؤولين سواء في مصر أو في الاتحاد الأفريقي استعانى به الاتحاد الأفريقي في محاضراته وهو حكم عامل فالناس كلي كان بتتكلم إزاي أحمد يكون حكم عامل وإزاي الاتحاد الأفريقي يستعب به في محاضرات لكن لأن كل مبتهد النصيب أحمد كان يستاهل كل خير الأمر الذي يعلم الاتحاد الأفريقي يهتم بأحمد فأحمد يهتم بكرة أكتر وكان بيخاطب الاتحاد الدولي عن مواقف تحكمية كتير وكان بيناه شو فيها لفت انتظار الاتحاد الدولي فلما انتهت فترة التحكيم لأحمد استعاب بالاتحاد الدولي وكلفه إنه هو مسؤول عن تطوير التحكيم في شمد أفريقي طبعا أحمد ابتدى يجهز نفسه بيسافر الدول القارة معظمها وكان بيلتف حول جميع الاتحادات القرى في الدولة أو في القارة فكان لي الحظ إن أكون مع أحمد في مرتين مرة في القاهرة ومرة في المغرب وكان أحمد كله بصمة كبيرة جدا لجميع الحكام في كيفية تطوير التحكيم في شمد أفريقي والناس كلها استفادت والحكام كلها استفادت وكان أحمد يستاهل كل خير أنا بشكره على المجهود اللي قابلي وعمله وبتمنى لكل التوفيق والنجاح كابتن قدري بعت لك رسالة تروض عليها تقوله فيها إيه أقوله طبعا أنا بشكرك كابتن قدري أحلي بالك أنا دخلت التحكيم الدولي هو كان حكم دولي دير وأموم أفريق دير فقال لي قال لي يا أحمد اهتم مهمكش اشتغل على نفسك أنت حكم كويس وعندك هو بقى كان بيشوفني وأنا بتكلم بقى في القانون الإنجليزي وأبعته والإجابات فهو قال لي انت خليك في المحاضرات جبهلك كده على طول يعني أه قال لي خليك في المحاضرات انت أحمد بسم الله ما شاء الله بتعرف بعدين اللغة عندك مساعدك قوي فما تسبش الموضوع ده ده الهالي كنا ساعتها يا ربي في المعسكر في مصر هنا يعني الحكام اللي بتاعت الدور الممتاز قال لي لا انت ركز تركز انت حاجة كبيرة عطبا أنا كنت بابعت بقى وبراسل والحاجات دي على الحاجة مصطفى بفتحات حكام إنجلترا ورده يعني رده علي فكان فيه واحد بنسميني الكويريمان اللي هو الرجل المنقب اللي بيفتش قال لك الرجل ده كويريمان الرجل بيفحط على طول في القانون ده برافو عليه فالحمد لله يعني أنا عايز أقول للحكام وقول لكل زميلي العمل التحكيمي محتاج مجهود مش ممكن لازم تكتهد وتعرف القانون عشان توصل لكن إنك من خلال إن انت كنت حاكم ده وليس كده وبص في القانون لا عايش على دوق بقى لا ما فيش الكلام ده طب انت شايف إن الحكام المصريين كلهم ضد فيتوريا اللي هو الرئيس رجل الحكام وضد كلانت بيرج اللي هو الإنجليزي اللي مشع بكده ليه الحكام المصريين كانوا ضدوهم ليه مهوم المصري حاسس بظلم أنه هو أحسن من الناس دي مش كده هو الحكم بيبقى عايز علاجة الحكام دي هي المصدر بتاعه اللي بتقوله يمين وش مال ما بيقولوش أنا أقول لك على حاجة أقول لي هتأسأل كده أعمل يعني استفيان كده وستطلع رأي أي دولة قبل البطولة بتاعتها بتعمل معسكر للحكام مه معسكر للحكام بيبقى دي مش أقل من شهر من متتبع لكل مجموعة مش أقل من أسبوع احنا هنا يوم ونص يا بلاش ويعمل اختبار اللي قد أخذ إما حاجة اختبار اللي قد أخذ عشان يلعبوا نعم أهلا